عارف انت شركات الموبايل وهي بتحاول بكل طاقتها انها تلغي او تقلل من حجم النوتش اللي موجود في الموبايل وفضلوا انهم يسخروا من قابل انها لسه سيبها في الايفون وبالحجم ده فتيجي قابل تظهرها اكتر وتبروزها وتعمل فيها حركات وتدلعها وتبعها لعالم على انها ميزة مش عيب او ده اللي عملوا بالضبط علماء ميكانيكا الكام في البرت اينشتاين لما حاول انه ينسف نظريتهم سلام عليكم قبل ما ندخل في الموضوع تعالوا الاول بسرعة نراجع على حلقات ميكانيكا الكام اللي عمرها دلوقتي حوالي خمس سنين ويمكن اكتر ولو انت لقيت ان في حاجة مش فاهمها او فيه تفاصيل نقصاك يفضل انك ترجع وتشوف الحلقات بالكامل عارفنا من حلقات ميكانيكا الكام ان ما فيش واقع محدد وان الرصد او الوعي هو اللي بيخلق الواقع بمعنى تاني ان انا موجود في هذا الكون لان في حد دايما بيرائبني او بيرصدني ولو ما فيش حد بيرائبني فانا هكون مش موجود وان كنت مستغرب من الكلام اللي انا بقوله فانا كمان مستغرب زيك واكتر وقالبرت عينشتاين نفسه كان مستغرب اكتر من احنا الاتنين بس التجارب كلها اثبتت ان هو دا اللي بيحصل الالكترون وهو مش مترائب بيبقى عبارة عن موجة من الاحتمالات موجودة في كل مكان واول ما بيترائب وبترصد الموجة دي بتنهار والالكترون بيظهر في مكان محدد والكلام دا مش بس بينطبق على الالكترون دا بينطبق على اي مكون من مكونات الزرة ومش بس كمان اي مكون دي حتى التجارب اللي اتعاملت على الزرات كاملة ادت برضو نفس النتائج الزرة اللي هي بتكون كل حاجة في الكون وبالتالي الواقع نفسه كده مش موجود وبيتوجد بالرصد الالكترون له خاصية كمان بيتميز بيها اسمها الاسبين او الدوران ومجازا تقدر تعتبره كده زي الكورة اللي عملت دور حوالي محورها واتجاه الدوران دا يا اما بيكون عكس اتجاه دوران عارب الساعة وبيترمز له بساهم الفوق يا اما بيكون في نفس اتجاه دوران عارب الساعة وبيترمز له بساهم التحت وطبعا انت المفروض مش محتاج اقولك ان حسب تفسيرات ميكانيكا الكام فالالكترون بيدور في جمال الاتجاهات في نفس الوقت يعني بيدور في نفس اتجاه عارب الساعة وفي عكس اتجاه عارب الساعة في نفس الوقت وبيختار اتجاه محدد وواضح في حالة بس ان انا جيت ورصدته لان زي ما قلنا كل الاحتمالات وردة يعني كل مرة بجائس فيها دوران الالكترون ورد ان هو يطلع لاتجاه مختلف مرة جائسه قال ان هو بيدور في عكس اتجاه دوران عارب الساعة ومرة تانية جائسه قال انه بيدور في نفس اتجاه دوران عارب الساعة وبالتالي لو انا مش مراي بالالكترون فانا ما اقدرش احدد بشكل مسبق هو بيدور معه او عكس اتجاه دوران عارب الساعة والكلام ده طبعا ما كانش عاجب البرت اينشتاين لأنه بينسف مبدأ مهم اسم الواقعية أو الرياليزم واللي بيقول أن الواقع دائما موجود سواء أنت أدركته أو لم تدركه وده اللي خلى ألبرت أينشتاين يقول جمهنته الشهيرة أنا أحب أن أعتقد أن القمر موجود حتى عندما لا أنظر إليه ده بخلاف أن الكلام ده برضو بالنسبة لألبرت يعتبر conflict of interest أو تضرب مصالح لأن كده في نظرية جديدة طالعة بتهدد عرش النسبية فكان لازم يهاجمها وبالتالي جه ويوقف لعلماء ميكانيكا الكام وقال لهم أنتوا كده جئينته الرجو أنتوا كده بتقولوا أن الكون كله عبارة عن احتمالات وأن حتى ربنا نفسه ما يعرفش السيناريهات اللي هتحصل لا يا جماعة اسمحوا لي ربنا بلعبش بالنرد وده اللي خلى نيل زبور أهمه علماء ميكانيكا الكام والأب الروحي لتفسيركم بنهاجن يقف ويقول له مش أنت يا ألبرت اللي هتعلم ربنا يعمل إيه وما يعملش إيه وكأن الصراعات اللي من النوع ده خلقت لتعيش نيل وعنق الموضوع نفسه عشان يناسب ايدولوجيت اللي بيترحه في حين أن الفكرة نفسها ممكن أنها تطلع غلط فيما بعد بس ما علينا إلا أن ألبرت أينشتاين مهداش وفضل يهر وينكت ويحاول أنه يدور على صغرة في تفسيرهم للي بيحصل قال لهم جماعة انتوا بتقولوا أن الالكترون بيدور في جميع الاتجاهات وبيختار اتجاه معين بس لما بيجي نقيسه عظم جدا وانا هعتبر نفسي مصدقكو تعالوا نفترض بقى أنه هتطلع إلكترونين من نفس المصدر المفروض مدام هما من نفس المصدر فعزم الدوران بتاعهم هما الاثنين بيساوي سفر بمعنى أبسط أن لو في حد فيهم طلع أن هو بيدور في عكس اتجاه دوران عارب الساعة فالثاني لازم يكون بيدور في نفس اتجاه دوران عارب الساعة عشان الاثنين يلغوا بعض وده قانون بقاء العزم الزاوي ده مفووش تهريج عامل كده بالظبط زي ما تيجي وتطلع أرقام مكافئة للصفر فانت ممكن تطلع واحد وسالب واحد أو اثنين وسالب اثنين عشان في النهاية دايما يكون مجموعهم بيساوي صفر لكن ما ينفعش مثلا تيجي تطلع موجب واحد وموجب واحد لأن كده كأنك بتقول أن الصفر بيساوي موجب اثنين والكلام ده ما ينفعش فقالبر تقول لهم انتوا كده بالكلام بتاعكو بتقولوا ان ينفع لأن لو دوران فعلا في كل الاتجاهات والالكترون بيختار اتجاه محدد وقت ما بيجي يترصد فبالطرقة دي أنا معي احتمالين من الاربعة اللي الالكترونات فيها هتطلع بدور في نفس الاتجاه ودي ما تفرقش بالظبط عن انكوا تقولوا ان الصفر بيساوي موجب اثنين أو سالب اثنين هي هي وده شيء مستحيل طبعا لأنه مش منطقي وبينصف قانون بقاء العزم الزاوي والحال الوحيد اللي أنا شايفه للمشكلة بتاعتكو ان الالكترون الاول لحظة مابباس و consequent يأثق بيدور في اتجاه معاين اني يكون بيبعت اشارة لتوقامه يقولوا لو سمحت أنا بڤور في الاتجاه ده فأدور انت في الاتجاه لعكسه وده طبعا احتمال انيال من الاول قالوا انت هتنايلها ليه ما يمكن يكون هو ده الي بيحصل قالهم لا طبعا تعالوا نفترض انه فيه الالكترون من الالكترون دول سافر لحد ما بقى على اطرف من اطراف الكون وتوقع مسافر عشان يكون موجود على الطرف الثاني من اطراف الكون وتخيلوا بقى ان انا جيت وقس اتجاه دوران الالكترون الاول وطلع انه بيدور في اتجاه معين ففنفس اللحظة اللي نقسته فيها هتكون الاشارة اللي بعتها للالكترون الثاني عشان يلف في عكس اتجاه دوران وصلته وده معناه حاجة من اثنين يا اما الاشارة دي مشيت في نسيج الزمكان بسرعة اكبر بكتير من سرعة الضوء وده طبعا شيء مستحيل وفقا للنظرات النسبية يا اما الاشارة دي مامشيتش في نسيج الزمكان اصلا وهوب اختفت من المكان الاول وظهرت في المكان التاني وده طبعا بينسف مبدأ المحلية او اللي بيقول ان ما فيش حاجة ينفع تأثر على حاجة بدون ما يحصل تواصل ما بينهم في المكان او في الحيز اللي بيشغلوه وعشان يسخر اكتر من اللي بيحصل سمى الاشارة دي بالاتصال الشبحي او السبوكي اكشن قالوا انت عمال تنظر 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 طب انت عندك تفسير انت اللي بيحصل قال لهم اه عندي الحال الوحيد والمنطقة بالنسبال اللي بيحصل ان الحدودة دي كلها تكون مترتبة او معضة مسبقا يعني فيه اعدادات داخلية موجودة جوه الالكترون وهي اللي بتخليه يتصرف كده لما يجي يتقاس عمل بالزبط زي ما يكون معاك فردتين جوانتي وكل فردة منهم موجودة جوه صندوق وكل صندوق موجود على طرف من اطراف الكون وبالتالي لو جيت فتحت صندوق فيهم ولقيت موجود جواه الفردة اليمين فلازم يكون موجود جواه الصندوق التاني الفردة الشمال والموضوع مش محتاج اي تواصل يحصل ما بين الفردتين وطبعا انا عارف دلوقتي انك طبيعي تكون واقف في صف البرت اينشتاين لان بصراحة يعني كلامه منطقي الا ان علماء ميكانيكا الكم كان لازم يدفعوا عن افكارهم وكان لازم يلقوا طريقة يخرجوا بيها من المغرز اللي حطوهم فيه البرت اينشتاين الاتصال الشبحي ما ينتشرش ويبقوا نوكتاج والمجتمع العلمي واصبح الوضع القائم كالقاتي مؤيدين النسبية لابسين النظارة السودة ويدخانوا سجارة وعايشين على وضع الساجلايف وعلى ميكانيكا الكم بيحاولوا انهم يلاقوا تفسير لتشابكوا الكمي او الاتصال الشبحي اللي وقاحهم فيه البرت اينشتاين وفضرة العركة اللي بينهم دي دايرة وما حدش قدروا انه يفصل فيها لحد سنة 1964 لما جيه العالم جون ستيورت بيل وقال باس انا هحلق لكم طب هتحلال ازاي عم بيل قالوا الاحتمالات لا تدرس باليقين الاحتمالات تدرس بالاحتمالات تعرفوا زب لايت ديت شو قالوا لي ولا نسمع عنه قالوا لهم ولا انا بس دالله هي وضح الفكرة ولو انت متابع فدع بارة عن برنامج ملازلز كده بيجيبوا في ولد وبنت وبيسألوهم اسئلة هم معارفينها وبيشوفوا اذا كانوا متوافقين مع بعض ولا لا تخيل بقى انك انت المنتج بتاع البرنامج ده وان البرنامج بيقدمه ثلاث مزيعين مختلفين A و B و C وكل حلقة بيقدمها مزيع مختلف عن الثاني واعتبر ان الالكترونات هم الولد والبنت اللي بيجوا في البرنامج ده المشكلة انك لاحظت ان كل ما يجي ولد وبنت البرنامج يطلعوا عكس بعض ومش متوافقين في اي حاجة فيتغيروا ويجي مكانهم اتنين تانيين فيطلعوا برضه عكس بعض ومفيش بينهم توافق فيتغيرهم ويجيب اتنين غيرهم برضه ما يطلعش ما بينهم توافق لدرجة انك استغربت مش معقول يكون الناس كلها عكس بعض بالمنظر ده الناس دي اكيد متفقق مع بعض عشان يبقى وزوا البرنامج فانت قررت تشوفهم ومتفقين فعلا ولا لا انت رأي انك تخالي المزيع بتاع البرنامج يخيرهم ما بين عصير المنجة وعصير الفراولة كل واحد لوحده وتشوفهم هيختاروا ايه المشكلة انك لقيت ان لما يتقدم لهم العصير كانوا برضه بيختاروا عكس بعض على الرغم انهم اساسا مش شايفين بعض فقلت لقى كده الموضوع واضح قوي الناس دي متفقق مع بعض قبل ما تدخل عشان يبقى وزوا البرنامج واكيد عاملين خطة من اثنين ياما انهم مقررين قبل ما يدخلوا ان واحد فيهم يختار منجة على طول الخط والتاني يختار فراولة على طول الخط وبالتالي اي مزيع هيدخل لهم كده كده مش هيفرق معهم وبنسبة 100% الناس دي عمرها هتتفق حتى لو فضل تبدل وغير في الموزيعين اللي بيقدموهم العصير ياما الناس دي متفقه انهم يختاروا اجابتهم على حسب الموزيع اللي هيدخل لهم يعني الولد مثلا يكون ايل للبنت لو الموزيع اللي دخلنا يسألنا كان ايه فانا هختار منجة وانت تختاري فراولة ولو كان اللي بيسألنا بيه فحنا هنعكس انا هختار فراولة وانت تختاري منجة انما بقى لو دخلنا سيه فهنرجع لللي اختار القديم وانا اختار منجة تاني وانت تختاري فراولة وفي الحالة دي لو جينا وبدلنا ما بين الموزيعين اللي بيدخلوا عليهم ويسألوهم هتكون دي كل الاحتمالات الممكنة واتكتشف انهم مش شرط يجاوبوا عكس بعض طول الوقت وان خمس مرات بس من التسع الاحتمالات هم اللي هيجاوبوا فيها عكس بعض وبقى الاحتمالات هيجاوبوا فيها زي بعض مفيش مشكلة يعني لو جوموا واستخدموا الخطة اللي بتعتمد على الموزيع اللي هيدخل لهم فاحتمالية انهم يطلعوا مختلفين وعكس بعض 5 على 9 او 55% انها بقى لو كانوا مستخدمين الخطة الاولى اللي ما بتعتمدش اساسا عن الموزيع فاحتمالية انهم يطلعوا مختلفين هتساوي 100% وبالتالي الكلام ده كله معناه ان لو الناس دي متفقة وجيت انا بدلت ما بينهم الموزيعين فنسبة انهم يطلعوا مختلفين عن بعض مش هتقل ابدا عن 55% والنسبة دي ينفع تزيد لكنها ما تقلش وهي دي الفكرة اللي بتدعها جونستيوارتبيل عشان يحكم ما بين علماء النسبية وعلماء ميكانيكا الكام قالهم يا جماعة الموضوع ببساطة لو انتوا شكين ان الجسيمات دي فها اعدادات مسبقة او ان الجسيمات دي متفقة مع بعضها لخبطوا الاسئلة وشوفوا احتمالية انهم يجاوبوا عكس بعض هتطلعوا عن دي ايه وبناء على النسبة دي هنقرر اذا كانوا متفقين ولا لا بالجاب الفكرة وعمل المتبينة اللي قدر اختبر بها الجسيمات لكنه مقدرش انه يصمم تجربة يختبر بيها الجسيمات المتشابكة والمتبينة دي تسمت على اسمه بمتبينة بيل او بيل انيكواليتي وفضلت متبينة بيل عشر سنين محدش قادر انه يصمم لها اختبار ينفذها بيه الى ان جاء اول عالم من الثلاثة علماء اللي فازوا بنوبل في الفيزيا السنة دي الامريكي جون كلاوزا وجات له فكرة انه يعمل بها الاختبار بتاع بيل بس قبل ما اقولك وعمل ايه بالزبط تعال اول اقولك ازاي النظارات البلورايز بتشتغل بص يا سيدي الضوء عبارة عن موجة وموجة الضوء دي بتتهز وتتحرك في جميع الاتجاهات وملهاش اتجاه ثابت بتتحرك فيه ونقدر بس عشان التبسيط نستبدل شكل الموجة اللي بتتحرك في جميع الاتجاهات دي بالشكل البسيط ده ولولك شوية برضو في الرياضيات هتعرف ان كل الاتجاهات دي تقدر انك تعبر عنها بالمحور اكس والمحور وي فقط لان هم دول المحصلة النهائية لها لو انا بقى جيت وعملت فلتر الزرات بتاعته مترتبة فيه بشكل رأسي فالفلتر ده هيمنع الموجة اللي بتتهز في الاتجاهات الافقي ومش هيعدي غير بس الموجة اللي بتتهز في الاتجاهات الرأسي وبالتالي شدة الاضاءة هتقل له النص وساعتها بنسمى الدق المر ده بالدق المستقطب لانه بيبقى عبارة عن قطب واحد او اتجاهه واحد فقط وهي دي فكرة ان الزرات البولورايز زرات الفلتر بتاعها بتكون مترتبة في الاتجاه الرأسي فبتمنع الموجة الافقية انها هتمر من خلاله وبالتالي بتقلل شدة الضوء 50% بجانب انها كمان بتمنع حاجة اسمها شعاع الوهج بس ده مش موضوعنا النهاردة الجميل في الموضوع ان لو جيت ولفت الفلتر ده بأي زاوية فبرضو هيقل لاضاءة للنص لانه هيعتبر ان دول عبارة عن محور اكس ومحور وي جداد وبالتالي برضو هيعد اتجاهه ويمنع الاتجاه العمودي عليه من انه يمر بس احنا عارفين طبعا ان نطاقة الفتون الواحد مبتتقسمش وبالتالي الفلتر ده مش بيقلل شدة اضاءة الفتونات للنص لا طبعا ده بيعد نصها وبيمنع النص التاني من انه يمر بس انا برضو مش عارف اللي مر ده مر ليه واللي ممرش ممرش ليه هل دي عبارة مثلا عن اعدادات داخلية قديمة وموجودة جو الفتون ومتبرمج بيها قبل ما يمر ولا الفتون بيتصرف كده بشكل لحظي فكلاوزر جات له فكرة حلوة قال لو عندنا فتونين طالعين من مصدر واحد فالفتونين دول لازم يكونوا متشابكين وبتصرفوا عكس بعض وبالتالي الفتونين دول لو ضربوا عكس بعض على نفس الفلتر اللي لون نفس الزاوية وفي فتون منهم قرر ان هو يعدي فالفتون التاني هيقرر انه ما يعديش قال طب ما تجوا بقى نلعب لعبة The Blind Dead Show ونبدل ما بين ثلاثة فلتر زواياهم مختلفة بشكل عشوائي زي ما كنا بنبدل ما بين المزيعين هنجب فلتر رأسي وفلتر مايل بمئة وعشرين درجة وفلتر مايل بمتين واربعين درجة ونفضل نبدل ونغير ما بينهم ونشوف احتمالية ان الفتونات دي تتصرف عكس بعض هتكون قد ايه ولو طلع الاختلاف اكبر من او بيساوي خمسة وخمسين في المية فالفتونات دي كده متفقة وفي جواهم اعدادات داخلية انما لو النسبة طلعت اقل من 55% فكده وهذا الفتونات دي مش متفقة ومش جواهد اعدادات داخلية والتشابك الكامي موجود وعلماء ميكانيكا الكام هم اللي صح المفاجأة ذüman جاهوا وعملوا التجربة لقى ان احتمالية ان اللي الفتونات دي تتصرف مثل اكس بعض 50% يعني اقل من 55% بتاع الاتفاق وبالتالي ، فتونات دي مش متفقة مع بعضها ومفيش جواها اعدادات داخلية وعلماء ميكانيكا الكام هم اللي صح لكن كلاوزة طبعاً عشان أول واحد اتوجيه له انتقادات قالوا انت اللي عمال بتغير وتبدل في الفلاتر بنفسك وبالتالي انحيازك ووعيك أكيد بيأثاره عن نتائج وده اللي خلى العالم التاني في جهزة نوبل يجي ويعدل من التجربة ويخلى عملية تبديل الفلاتر نتيجة لإشارات جاية من مجرتين بيبعدوا عننا ملايين السنين الضوئية وبالتالي هو كده مش متحكم فيها والمفاجأة ان التجربة برضه ادت نفس النتيجة ونفس الاحتمالية أقل من 55% يعني الفوتونات دي كده مش متفقة وفي بينهم اتصال سرعته أكبر بكتير من سرعة الضوء وكلام أينشتاين مش مزبوط وتوالد بعد كلاوزر وقاسبكت التجارب واللي كانت كلها بتأكد على حقيقة التشابك الكمي لكن حتى بعد إثبات التشابك بقى كل اللي شغل بال العلمة ان احنا الوقت بقى معنا وسيلة اتصال سرعتها أكبر بكتير من سرعة الضوء فازاي نقدر اننا نستفيد بها وننقل بها البيانات بس الفكرة انك عشان تنقل البيانات لازم نظام تشفير معين زي النظام السنائي كده او البايناري سيستم اللي بيعتمد على الصفر والواحد على سبيل المثال في الاليافة الضوءية مثلا نبضة الضوء بتعتبر بمثابة الواحد وغيابها بيعتبر بمثابة الزيرو وبالتالي ممكن ابعد بها اي حاجة نعايزها لو بعدت نبضة مثلا فده معناها انه امر معين انك تعمل كذا ولو بعدت نبضة ثاني وربعة فده امر ثاني مختلف ولو بعدت نبضة بعدها غياب للنبضة فده امر ثالث مختلف على الاثنين الاولينين والموضوع سهل وبسيط ومش معقد انما في حالة التشابك الكمي فالموضوع مستحيل تعال اعتبر ان النظام السنائي او الصفر والواحد هم دوران الالكترون معه وعكس عارب الساعة المشكلة بقى ان الالكترون ما بيتحددش اتجاه دورانه اساسا الا ما باجي بقيسه وممكن ان هو يطلع لي معه او عكس اللي احتمالين وردين يعني انا مش فيدي اصلا ان اختار الصفر والواحد الكلام ده ما بتعرفش الا وقت الاياس وبالتالي ما ينفعش ان يستخدمه كشفرة وهنا بييجي دور العالم الثالث اللي كان معهم في جائزة نوبل العالم انتون زيلينجر الراجل طلع فتونين مصدرهم واحد وفي بينهم تشابك كمي وحاولوا انه يخلي فتون ثالث يتشابك مع واحد منهم فلاحظ ان كل البيانات الكمية اللي كانت موجودة على الفتون الثالث ده اتنقلت للفتون البعيد اللي هو اصلا مش متشابك معاه وكأنه جيت وحولت الفتون البعيد ده لنسخة تانية من الفتون الثالث فعملية سموها الانتقال الاني الكمي والموضوع ده مشهور قوي في افلام الخيال العلمي تبقى موجود في مكان وهوب تختفي وتظهر في مكان تاني خالص بدون ما تقطع الحيز او المسافة ما بينهم الراجل كمان له ان لو فيه اربع فتونات كل اتنين فيهم متشابكين مع بعض وجيت شبكة واحد من الاثنين الاولانيين مع واحد من الاثنين التانيين فبشكل تلقائي الفتونات اللي متعرفش حاجة عن بعض ده هتتشابك مع بعضها وهتسنك كل المعلومات اللي موجودة عليها وبالتالي فرصة انك تنقل المعلومات اصبحت اقرب واقرب واحدة هيقول لي طب ده هيفدنا بايه ده يا سيدة هيفدنا اننا هنطور وسائل الاتصال ونخليها تتم اسرع بكتير من سرعة الضوء وفي الواقع يا مش هتبقى اسرع ده بتتم في اللي زمن اصلا ما بتحتاج لهوش تاني حاجة هنقدر نعمل بيها حواسيب خارقة بيسموها الحواسيب الكمومية وبدل ما الكمبيوتر العادي ما هو بيشتغل بالنظام السنائي اللي هو الزيرو او الواحد لقد الشفرة هتبقى الزيرو والواحد في نفس الوقت يعني تقدر انك تحقق كل الاحتمالات الممكنة في نفس الوقت على سبيل المثال لو انا جيت وصورت فيديو وحبيت عمله رندر فالرندر ده هيتعمل في نفس اللحظة اللي بدوس فيها على زرار الانتر لان احتمالية الفيديو كانت موجودة بشكل مسبق على الكمبيوتر وكأن الكمبيوتر عارف الفيديو من قبل كده ومستني بس ان ادوس الانتر عشان يحقق الواقع بتاعه وبالتالي ما كنتش هتأخر عليكم في الفيديوهات ثلاثة مهمة جدا هقدر استفيد بها هي احماية البيانات اي بيانات حاليا بيتم نقلها ما بين طرفين مهما كان تشفرها فهي معرضة ان في طرف تالت يجي يتلصص في النص ويفك تشفر البيانات دي ويهكرها انما البيانات اللي هتتنقل عن طريق تشابك الكمي مش ممكن تتحكر لسبب بسيط ان اي تدخل بيحصل في النص هو عبارة عن عملية قياس ومدام قياس او رصد فالموجه تنهار والتشابك هيتفصل وبالتالي من المستحيل انك تقدر تهاكي البيانات دي ومستحيل هنا يعني مستحيل بس لحد ده ما يحصل لازم انك تخلي بالك من بياناتك وتستنى الحلقات بتاعتي اللي بتغيب دي لانه ما عنديش كوميوتر كامي والاهم من ده كله تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناة وتفعل اشارة الجرس عشان تعرف اول ما الحلقة الجديدة تنزل سلام